زمان ما كنتش بحب المدربين مش زمان لحد الوقتي حتى في العالم اللي يجي يقولك ايه اصل الفرقة اللي قدامي وقفت الاوتوبيس عارفين الوصف ده اللي وقف المدافعين كلهم عند خط المرمى فمش عارف اوصل للمرمى ده مبرر فشلك مش 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 شطارة المنافس اللي عارف يقفل لكن لو انت مدرب ناجح هتعرف تختارك هزي الدفاعات بكذا فكرة يا اما كرات سابتة يا اما كرات تصوبات من الخارج يا اما تستخدم مهارات فردية عشان كده ده يفصل لك النهاردة لمحمد مجدي افشة كان النهاردة موجود في التشكيلة الاسية مش بالصدفة طبعا الناس بتفسر ايه محمد مجدي افشة موجود النهاردة في التشكيلة علشان جاب هدف الفوز في المباراة الماضية قدام بيرامد فالراجل بيكافؤه عشان ده السهل ده الكلام السهل يعني ده الكلام البيع ده اللي مفوش يعني تفكير باي حاجة لكن النهاردة محمد مجدي افشة شارك في المباراة مع امام عشور الاتنين مش واحد فيهم عشان عايز لعيبة بتشوت من بره عشان لو الكرونات السابتة دي ما نفعتش معايا يبقى فيه لعيبة بتشوت من بره بالمناسبة محمد مجدي افشة جاب بتصويبة جاب هدف بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في بداية المباراة بس الغي الهدف بسبب فاول على وسامة ابو عالي مدرب فيه مدربين كده يخلوك تستمتع بالكورة لما تقعد تسرح بالتفاصيل يعجبك ليه النهاردة ليه النهاردة خالد عبدالفتاح هو الاساسي مش محمد هاني بيديني الوجبات اللي انا عايزها بيعرف يخش تالت في خط الدفاع في الوقت اللي انا عايزه عنده ميزات السنتر باك زي ما عنده ميزات الباك رايت وانا بحتاج في بعض الكورات اللعب الباك رايت يضم في النص مع الاتنين مدفعين كلها تفاصيل كلها تفاصيل مهمة وخطيرة اقعد فكر ويسرح مع الراجل ده تستمتع بالكورة انا بحب مارس الكولر وبحب شغل مارس الكولر هتقولي هتقولي الكلام دوت لما الاهل يخسر ما قال الاهل هيجي يوم وهيخسر الطبيعي يعني زي ايه فرقة في العالم انا مقتنع بالمدرد وهيبقى ليه اخطاء وفيه مباراة مش يبقى في احسن مستوياته وهيبقى تأفكاره غلط بس في المجمل في مجمل اعماله مارس الكولر هو افضل مدير فني اجنبي داخل مصر ده الرأي على الاقل الرأي يعني تعالوا وريد جون بيرسي تاو تاني عشان تشوف التفاصيل اللي بقولك عليها بص كله راح مع محمد عبد المنعم الراجل ضرب الاسبرينت وكله راح معاه وسابه بيرسي تاو ما عملش جانب حدا بص بص في الجانب حدا بص بص اللقطة دي هتباين قوي محمد عمنا مراح اتنين معاه والتالت عينوا عليه اللي شوروله بعد كده دي اللقطة تقريبا لا مش دي اللي فيها الكابتن طلعت يوسف بس هي دي اللقطات اللي معانا ودي توضح لك ازاي الراجل بيشتغل وازاي الراجل بيفكر لتنين اللي صعب جدا مودن فيوتشار يفكروا في الدربات السابتة ان الكرة هتروح لهم هم اللي سجلوا اهداف النهار داي ماما عشور وي بيرسي تاو ماما عشور